يعلم بحضراتكم مرة اخرى هو واحد من اهم لعيبة اللي جات في تاريخ منتخب مصر تاريخ كرة القدب المصرية واحد من اعظم المدافعين اللي جنب في مصر ده على مستوى لعب الكورة على مستوى التحليل مفيش اروع من كده على مستوى الادارة الرياضية مفيش افضل من كده كابتن الكبير كابتن عبدالزهر الساقه اضيفي في هذه الفقرة كابتن عبدالزهر منور الدنيا كالعادة دايما بسعد و بتشرب وجودك الله يخليك يوم اخبرك ايه حبيبي زي الفل والله الحمد لله جاي في الوقت المناسب انا في الجول بقى حلوة في الجول انا جاي لك و انا سعيد لان انا دايما ببقى سعيد و انا معك حبيبي انا بقشارك دايما و انت عارف ادي احنا صحاب و ادي انا مقتنع بيك بشكل غير طبيب تغالي عني ان شاء الله عليك يعني يا ربي خلاكك عبدالزهر اكيد الاحداث اللي بتحصل دلوقتي بليك رأي فيها و منشغل بيها و انت راجل اشتغلت في الادارة الرياضية و فاهم اللي بيحصل في الادارة في مصر او ادارة الكورة في مصر واكيد تعليقك في هذا الامر هيكون تعليق مفيد بشكل عام قبل مما تطرك للأسئلة شايف الوضع الحالي عامل ازاي شايفه ناتج عن امور كتير اوي انا شايف المنظور بنحية ان ده ناتج مش حكاية يوم او يومين او دوري او اتنين او تلاتة هو ناتج ناتج عن عشوائية رهيبة جدا و فشل رهيب جدا و حاجات كتيرة جدا يا كريم يعني مش مستغرب انا 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 مستغرب في حاجات و مش مستغرب في حاجات بس انا مستغرب في حاجة هو احنا ازاي ابطال افريقيا في النادي الاهل ابطال افريقيا و ناد زمالك ابطال افريقيا في الكنفدرالية يعني كل العشوائية اللي احنا فيها ده كله و منتخب مصر ما زاله هو المرشح الاول لكاس العالم الموجود احنا عندنا لكن احنا اللي فعلا عندنا منظومة ادارية يعني مش عارف اقول عليه ايه لان انا متعودش ان انا اهاجم لكن فيه فيه عبس فيه عشوائية فيه اه فيه زي ما انت عايز تقول اقول يعني انما ده ناتج عن السنين اللي فاتت دا كلها انا اقول لك اقول لك انا فرحان صراحة اه جدا انا سعيد جدا باللي بحصل والله عظيم سعيد جدا اول واحد سعيد اه وفرحان لان الفشل لما بيوصل لأعلى حاجة اكيد هنغير اكيد هنغير انا صعب جدا ان احنا نبدأ السنة الجاية او تبدأ المنظومة السنة الجاية او يبدأ الحال زي ما هو عليه مستحيل انت النهار دا لو اتحادوا الكرة دا لسه لسنة كان مفروض ايه اللي يحصل كان خلاص المشكلة دا تتحل وتميم لكن فيه انتخابات جاية فيه انتخابات ربطة جاية فيه فيه مجالس ادارة اندية جاية يمكن يمكن الناس تبص بمنظور معين ان احنا بقى نبدأ يا جماعة نصلح اصلا خلاص بقى اصلا انت لو قابلت اي حد في الشارع اي حد في الشارع يا جماعة العبس والعشوائية ما بقاش احنا اللي نعرفه كفنيين وصل لمرحلة ان الناس العادية في الشارع شايفاه شايفاه دا مش بس كده بالزبط دا انت تتقابل الناس وانت اكيدك بتقابل بزبط بتقابل الناس كثيرة يقولك والله الحلول واحد اتنين تلاتة اربعة دا كريم احنا لو ما عندناش النادي الاهلي والنادي الزمالك احنا كنا مش هنتذكر على الخريطة اصلا احنا مش هيكل لنا اي حاجة احنا عندن اناديين اكبر ناديين في افريقيا كلها لما نادي الزمالك ملعبش النادي الاهلي هو المطش اهل وزمالك دا مش بتاع مصر بس بتاع الدول العربية بتاع الدول الافريقية لا معلش بقينا نتقارن بناس عالمية موجودة الوقت يعتبر درب الاهلي والزمالك دا واحد من اهم الدربيات في العالم على مستوى الجامعة مصنف يعني مصنف موجود فانت النهار دا ايه خسرت لكن هل دا هيجيب نتج ولا لا دا لنا نفسي نفسي نتغير اي مسؤول يعمل الصح اعمل الصح حتى لو هتمشي ما انت جده جده هتمشي ما انت لو فشلت هتمشي اعمل الصح وخلاص